شغال في ديالي مع النور السلام عليكم صباح الخير ومساء الخير تمنى لكم تكونوا بصحة وسعادة في كلمة كنا زمان نستخدمها نحن في مكة وكيدا هل جدا يعرفوها كنا نقول عطيني لبة أبغى لبة كلمة لبة ففكروا إيش معنات لبة كده شوية أعطيكم كده كم ثانية فكروا فيها لبة إيش معنات لبة يلا أسألوا أسألوا ما معنات لبة طيب هي لبة معناتها قطعة خبز باللغة العربية الفصحة قطعة خبز نحن نقول لها عيش الديني وصلت عيش نحن نستخدم وصلت عيش الظاهر ما حد سروا الناس يستخدموا كلمة لبة هذا النور ساطع في الله هذا ما درينا الله يسطعوا سطوعا المهم بحكم أن أنا موجود في المغرب عرفت أنه هنا يستخدموا أحيانا كلمات فرنسية لغة فرنسية فعرفت أنه كلمة لباء لباء معناتها خبز لباء خبز فقلت سبحان الله يكون يعني أهل مكة عندهم كانت ثقافة فرنسية وأخذوا كلمة لبة من كلمة لباء هذه إن شاء الله يكون النطق صح نحن طبعا ما شاء الله عندنا نحن إخوة وخواتي عيروا في اللغة الفرنسية كثير أمين هي لباء إن شاء الله النطق صحيح فأشوف لباء و لبة نفس التقريبا نفس النطق فما أدري يعني إن تكون فيه طبعا هو المجتمعات بتتأثر بلغات المجتمعات الأخرى فجال استفكر من أول قلت إحتمال أن تكون لبة هي لباء فأنتو إيج رأيكم طبعا الفيديو ما حينتهي بس أنتوا قلوا لي رأيكم مع بالماشة أنا أخذ لي جغمة جغمة زعتر أعتقد هذا زعتر أيوة لباء ولباء طبعا يعني هي النوع من الفكاهة والضحك واضح أنه لبة جاء من اللب من لبة الشيء لبة الفاكهة ولب الشيء والجهة الرخوة أو الداخل داخل الفاكهة جهة الرخوة لب من اللب فظاهر هي جاء يعني أكثر الظن والترجيح أنها جاء من لب من كلمة لغة عربية الفصحة ولكن ما يكون بالعكس يعني ممكن أن يكون كلمة لب هي التي أثرت على اللغة الفرنسية وأخذوا منها لباء ممكن يعني والله أعلم بس هذه كنت أحبت أشارككم فيها اليوم وأن لها كم يوم كنت أشغلتني لباء اليوم يعني هذا مو معناته أنه ترى الواحد ما عنده حصيلة فرنسية يعني عندكم شوفوا لباء سيتو بلاء ساركوزة شعر يعني الواحد عنده قدرة أنه يقول شعر باللغة الفرنسية وليس أنه ما يعرف الفرنسي يلا أتمنى أنكم رسمت البسمة على وجيهكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة